قبل ما أسألك في مفهوم التلمزة في العهد القديم كنت عاوز كمان أسأل لفيفي طبعا زوجك خادم راعي كنيسة محاضر في الكلية وأكيد إلك دور في الخدمة معاه وعم بتشوفه التلمزة كيف أنت تتعامل مع موضوع التلمزة من خلال خدمتك مع الناس اللي بتتعاملوا معهم هو فعلا للتلمزة بتبقى لها تأثير كبير قوي على الأشخاص اللي احنا تلمزناهم وطلعوا خدام وأبطال فعلا في الإيمان غير الخدمات الوعظية اللي الناس بتسمع الوعظ لكن التلمزة بتبقى حياة بنعيشها مع بعض بنتناقش فيها فكر المسيح من خلال الكتاب المؤدس فدي فعلا بتعمل فرق كبير في حياة الأشخاص وزي ما الرب نفسه كان بيقول تعلموا مني لإني وديع ومتواضع القلب فمن خلال عدات التلمزة بنتعلم من المسيح بنعيش حياة المسيح مع بعض بنسلك سلوك المسيح فنبقى شبهه فدي بتفرق كتير قوي في حياة الناس يعني احنا بنعرف أن زوجك خادم بيخدم بيحاضر بيعلم لكن كزوجة كيف بتتعامل؟ يعني هل بتعمليها في شكل اجتماعات في الكنيسة أم زيارات أم يعني كله مشترك؟ بيبقى في مجموعات بتتعامل لمجموعة من الأشخاص بيبقى في موضوعات معينة إحنا بندرسها فيها مع بعض وبنعيشها حياة عملية يعني بنتكلم في الحياة العملية كلام ده يتطبق إزاي مش مجرد كلام نظري ولكن كلام حياة بنعيشه وفعلا إحنا لما حصل كده لقينا إزاي ناس بتتنقل نقلات كبيرة قوي في حياتها مع الرب وبتعيش للرب إزاي الحياة اللي الرب عايزها بحسب ما شئتو اشتركوا في القناة